بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسب المحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صحيح أهلي محمد عنوان البحث الإمام عليه السلام والحضور الحاسم في المعارك الإسلامية الأولى هنا يجب أن نركز على نقطة مهمة جدا ليس في الجانب المادي لحضور الإمام عليه السلام وإنما في الجانب الروحي والديني والسماوي لهذا الحضور هذا الحضور المتميز الذي بدأه وهو في سن مبكرة يعني منذ بداية المعارك الإسلامية الأولى ولتكن في ماركة بدر سنة الثنية للهجرة كان الإمام عليه السلام لم يتجاوز سن الثلاثين ومع ذلك فإن هذه المعركة التي قتل فيها سبعون أو أكثر بقليل من هذا العدد من المشركين كان نصف هذا العدد المقتول بيد الإمام عليه السلام ليس المقصود أنه الإمام عليه السلام حاشاه أنه يكون سفاكا للدماء أو أنه متعطش الدماء بقدر ما أنه ما هذه القدرة العظيمة التي يتصف بها الإمام بحيث تمكنه من قتل هذا العدد الكبير هل هي قوة جسمانية؟ لا وإنما تدل على شيء مهم جدا وهو صدق العقيدة وقوة الإيمان بهذه الرسالة الإسلامية العظيمة الإنسان العادي لدينا الآن إلى ما يؤمن بشيء حتى إذا كان هذا العمل وسيط جدا لا يستطيع إنجازه لكن مهما كانت الصعوبات والعراقين أمامه إذا كانت قوة الإيمان وصدق الإيمان يستطيع إنجازه فقوة الإمام عليه وتفوقه العسكري جاء من هذه النقطة بدليل أن التفوق العسكري كان يصاحبه تفوق معنوي وكان يصاحبه تفوق إخلاقي كبير جدا لا يستطيع أحد أن يجاريه في المعارك الإسلامية الأولى لذلك لم يكن الإمام عليه عليه السلام عدوانيا في أي معركة من المعاركي الإسلامي أبدا لأنه كان واثقا من نفسه كان واثقا من نفسه لأنه كان يقاتل من أجل الحق ويعرف نفسه أنه على حق ويقاتل من أجله لذلك كان يتقدم نحو خصومه بخطة ثابتة دائما إخلاقيات الحرب عند الإمام عليه عليه السلام نجدها واضحة في العديد من النصوص الواردة عنه ففي وصيتها الرابعة عشر وبالخصوص عدم التعدي على النساء في الحرب كون العرب كانوا يعيرون يعني من عادات العرب حتى في الجاهلية كانوا يعيرون الرجل الذي يرفع يده على المرأة فلذلك وصيته للمقاتلين ولا تهيجوا النساء بأذاة وإن شتمنا أعراضكم وسببنا أمراءكم فإنهن ضعيفات القوى والأنفس وإن كنا لنؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركات وإن كان الرجل أيضا يذكرهم في وسيته وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالفهر والهراوة فيعيروا بها وعقبه من بعده يعني مو فقط يعير بها الشخص اللي كان يعتدع النساء بل حتى عقبه من بعده كانوا يعير بها إذن إخلاقيات العرب الموجودة اللي تصف بها الإمام عليك كان يلقيها على مقاتله قبل بداية المعارك لا يخطى في مخاطبة بعض الناس الذين كانوا يعانون من الجهل في تلك الفترة خصوصا الضلال والمبين والجهل المطبع اللي كان يعاني منه بعض المقاتلين ومع ذلك تمكن الإمام علي عليه السلام من خلال وصاياه في جوانبه الإخلاقية والمهنية والعسكرية استطاع أن يوصف هذا الشيء لذلك كان يوصي جنوده قبل بدء القتال لا تقاتلوهم حتى يبدأوكم فإنكم بحمد الله على حجه وترككم إياكم حتى يبدأوكم حجة أخرى لكم عليهم هذه الحالة وهذه الصفات الإخلاقية العظيمة اللي موجودة عند الإمام علي كمقاتل عسكري ودوره الحاسب في المعارك الإسلامية الأولى نابعة من الصدق العالي والإيمان الكبير بدور الإمامة الذي هو دور بلازم للنبوة والذي أكدته الروايات الإسلامية وأكدته الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الثقلان من أن الإمامة والنبوة متلازمان وأن القرآن والعطرة الطاهرة لن يفترقا وبما أنهما لن يفترقا هذا دليل على أنه هناك تلازم كبير ما بين الإمامة والنبوة لأنهما امتداد للرسالة الإسلامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر